ردا على الهجوم على الكريملين بطائرة مسيرة نقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل جالوزين نقلت يوم الخميس قوله أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث سياسة المواجهة حيث تستخدم أوكرانيا لتخطيط وتنفيذ استفزازات جريئة وخطيرة بشكل متزايد ما يدفع روسيا لاستخدام جميع الوسائل لمنع أي شخص من انتهاك الأمن الوطني الروسي وأمن قادتها ووفقا لتقرير صادر عن شبكة التلفزيون الروسي يوم الجمعة فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا دوريا مع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الفيدرالي الروسي في ذات اليوم وسيتم إجراء مناقشات حول الهجوم على الكريملين